المؤتمر السادس كان تنظيمياً بالأساس لأن جزء أول منه تم سابقاً وبقياً جانب تشكيلة للاتحاد المحلي والتي كانت تنظيمياً بالأساس تحت شعار الوفاء لفقية الطبقة العاملة نوبير الأموي والاستمرار في النضال والبقاء على العهد لمواجهة كل التحديات بالتنظيم القوي وفعلاً كان حضوراً متميزاً سواء وحاولنا أن يشارك في هذا المؤتمر كل المسؤولين النقابيين في إطار توسيع النقاش وتحمل المسؤولية وأردنا أن نشرك ذلك بإرادة قوية من طرف اللجنة التحضيرية التي طبيعة الحال التي كان أساسها هو التحاد المحلي السابق وذلك للتداول أولاً في تشكيلة وتحمل المسؤولية وتحميلها التي سيتولها وتانياً لمعالجة وطرح المشاكل المزمنة ومنها بالخصوص مشكل شركة سيكوميك لخياطة الملابية الجاهزة التي تضم هذه الشركة 550 عاملة وعاملة وبعد تانياً نقوله عاملة وعاملة نسبة النساء أكثر والعاملة أكثر 470 عاملة والباقية ذكر بالإضافة إلى أنه كان هناك مشكل آخر ومشكل لوسيان شركة سيكوميك شركة سيكوميك شركة سيكوميك شركة سيكوميك شركة سيكوميك في التناور كما هو الشأن بالنسبة سيكوميك مع سيكوميك وهو الهدف نقول لهذا هو خلق هذه المؤسسات الجديدة هادة سمية الجديدة من أجل ولكن المقر كيف يبقى هو المقر ولكن من أجل تحايل على خدمية العمال حتى غدا مثلاً سيكوميك سيكوميك كان العمال هناك من اشتغل 30 سنة و36 سنة ولكن ده بالآن بهذا المؤسسات أن المشغل الجديد اقتنى فقط حق التجاري وبالتالي أنه غداً المؤسسات إذا أردنا نحجز أو نضمنا حقوق العمال ومكتسباتهم وأجورهم وقدميتهم نجد الفراغ والشكل الآن هو بالنسبة للوسيان سوما كذلك نشي بالإضافة إلى المشاكل الأخرى بالتعليم الخصوصي بالإضافة إلى عدم استبيق القانون وعدم حرص مدرية الشغل على استبيق القانون وكان نقاشاً قوياً كانت في تدخولات وكانت في نقاشاً وتم استعراض نشاط الاتحاد المحلي عن طريق عن طريق العرض الإلكتروني للتاتشير بالنفس كذلك بالنسبة للمالية للوضوح الشفافية وكان في العموق الجميع المسؤولين النقابيين كانوا مؤتمرين حوالي ماشي بالاختصار واحد على عشر كل مسؤول نقابي كتاب يلتحادت مكاتب نقابية مكاتب النقابية مكاتب النقابية وكذلك المندوب الأجراء لأنهم يتحملون مسؤولياتهم في المؤسسة لا يمكننا أن نرى جهاز هاوكوك لأنهم يختاروا الجهاز وهم يتحملون مسؤوليات في اختيار جايز لا يدزم في هذه السؤولة كان حضر عبدنا أساسي الجامعي كان حضر معنا مركز الصدامون وهو لشمال إفريقيا والشرق الأوسط كان حضر معنا كذلك أحزاب سياسية وجمعاوية الجميع أشرقناه ومكناه من الكلمة من الكلمة منهم فيدرالية اليسار الحزب الطالعة الشتراكة الموحدة المؤتمر الوطني الاتحادي الشتراكة الموحدة سدعنا هو لكن يحضر واليسار وحداوي كما أننا كان حضر النهج سدعنا كذلك الاتحادي نحن لم يكن لدينا الجميع أردنا أن يشارك الجميع في هذا المؤتمر ونحضر حضرنا دعونا الاتحاد المغربين للشغل دعونا الاتحاد المشغلين إذا كل شيء كان من أجل هذه المنظمة نحن نسع المفتاح على الجميع كما سدعنا وشاركت معنا جمعية العدل والإحسان كذلك شاركوا جميعا وكلهم أخذوا الكلمة يقولون رأيهم في الاتحاد المحلي السابق في مكناس الجميع يشارك هل هي أبرز التوصيات والخلاصات التي خرج بها المؤتمر؟ بالتوصيات والخلاصات التي خرج بها المؤتمر أولا هو تكويل الجهاز تكويل الجهاز كان انتخاب الكاتب بالإجماع بالإجماع عن طريق قاعة والجنات الحضيرية من رئاسة المؤتمر أتمامة الباقي عن طريق التهدو في إطار الجنات الترشيحات كبير الأشياء التي وصلها لهذا المؤتمر هو أولا محافظة على المؤسسة الإنتاجية ودعمها وفي نفس الوقت الحرص وما أمكن والنضال من أجل قانون في هذه المؤسسة لأنه بهم شركان وهنا بالمناسبة كانت حاضرة كذلك واتفاقية جماعية مع إبراهيم زنيبر والتي كانت عندها تأثير دولي ماشي محلي وكذلك الآن تحضير لاتفاقية جماعية ديفيكو ديفيكو وهي خمسة ضيائعات فلاحية حاضرة مع المستخدمين حاضرة الآن في طريقة الانصور الاتفاقي الجماعية كذلك بالأشياء التي كانت حاضرة هو التكوين التكوين ومن توصيات المؤسسة وتكوين العمال والعاملات المسؤولين النقابي بالخصوص لأنه في إطار جميع المثائل ومشي غير الجانب النقابي حتى الجانب اقتصادي للمؤسسة ليكونوا مطلعين على ما عليه مؤسساته حتى بنسبة المطالبة لتكون موضوعية نتمنى أنه كان كذلك نتمنى أنه يكون حضرة مقاولة هناك من حضرة هناك من حضرة إذن مؤتمر كان وأخذوا الكلمة ثلاث دقائق لكل كل حاضرين لأنه نريد جميع يشارك من أجل المسألة مسألة مصيرية للطبقة العاملة ومدينة مكناس لذي كان يحسابها مدينة مكناس مدينة ملكوبة اجتماعية بالنسبة للمشاركة النسائية في المؤتمر الإقليمي كانت متميزة ومتميزة جدا حيث حضرت تمثيل يهمة من النساء وهذا طبعا يرجع إلى أن الاتحاد المحلي يصهر دائما على أن تتوجد المرأة ليس فقط في الساحة النقابية بل كذلك في الأجهزة وأن تكون منذوبة أجراء وأن تكون كاتبة نقابية إذن وضعيتها أو تواجدها في المؤتمر كانت جد جد مرتفعة وبطبيعة الحال تواجدها يضمن طرح قضاياها على المستوى المحلي وكذلك على المستوى المركزي قضاياها هي قضايا مجتمعية بامتياز هي الشغل هي التعليم هي الصحة هي السكن وهذه القضايا جزء من المجتمع لكن عرفوا أن كنفيدر الديمقراطي الشغل تتبنى قضية المرأة كقضية مجتمعية ليس قضية منعزلة وذلك ناتج على حتى العدد النساء في المجتمع ككل إذ يكاد يفوقوا النصف إذن لا يمكن أن تكون توجدها على مستوى الكام كبير وعلى مستوى القضايا ستكون نسبية ما هي أبرز الملفات التي طاحوا هذه النساء التي شاركوا في المقصة بالنسبة بالنسبة فقط 50% أو 60% بالنسبة القضايا هي قضايا كما قلت قضايا لا تنفصلوا عن قضايا الأخوان الدكور لأن قانون الشغل مطلب عام الاستمرارية في العمل مطلب عام احترام مكنتها واحترام التوجدها في داخل الأجهزة علما أن الكنفدرات الديمقراطية ترفعوا شعار المنصفة المنصفة في التواجد في مركز القرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى